بحكم مكاني هنا في السادسة وبحكم ان انا بقابل طبعا اهلوية كتيرة يعني طول ما انت في الشارع لازم هتقابل اهلوية كل الناس بتوقفك وبتتكلم معاك منهم اللي ليعتاب منهم اللي عايز يوصر رسالة منهم اللي بيشجع بحرارة منهم اللي بيسأل في اللي جاي بفتكر في اوقات كتيرة جدا كان الاهلي بيبقى متأخر وراء ب13 نقطة واكتر من 13 نقطة وبيرجع وبياخد البطولة في الوقت ده كان الجمهور بيبقى الدعم الاساسي للفرقة فرقة كانوا في سيزن انا فكر في سيزن في موسم من ضمن المواسم قال لك يا رب بس الاهلي ماينزلش يعني كانوا بيهزز يعني فيه ناس كانت بتهزر كده كانت دماء خفيف شوية فبتقول لك يا رب بس الاهلي ماينزلش فالفرقة رجعت وقدرت تحقق في نفس السيزن ده تاخد البطولة بقول الكلام ده ليه لانه فيه يبدو انه الفوز المتوالي انك انت كل البطولة بتخشها بتكسبها وكل ماتش بتخشه بتلعب بتكسبه عود شريحة كده من جباهير النادي الاهلي الحمد لله قليلة انها تغضب مع اول تعادل او تغضب مع اول هزيمة وده لحد ما فيه لمسه في الشارع في ماتش بعد ماتش بيرامدس لكن الناس الحقيقة عشان فيه رصيد كبير جدا على طول عدة الموضوع نتمنى ان شاء الله القادم يبقى افضل وزي ما قلت درسين مهمين جدا هي دروس مستفادة تهمنا جدا في اللي جاي لانه جاي اهم واحنا مخسرناش حاجة لسه مازلنا ان شاء الله عندنا قدرة على تصدر البطولة مشرفنا واحد من نجوم النادي الاهلي النهاردة كابتن مصطفى افردته كليسة والات وجوالات سرعة ورجل شمال ومهارة وحرفانة وفي بيته طبعا نور بيتك كابتن مصطفى اهلا بيك ربنا خليك يا استاذ احمد انا مبسوط وسعيد اللي انا متواجد في بيتي ومع حضرتك اهلا وسهلا بيك شفت ازاي قبل بس متكلم في بك بكرة مطش مهم طبعا ومطش صعب مع فرقة محترمة جدا اي فرقة سموة هتلعب كرة محترمة بس عايز ااخد كده منك ازاي تبيعة مطش بينامز واهم الحاجات اللي وقفت عندها والله يعني هو يعني لو هنتكلم كرة لا يعني التوفيق ما كانش محالفك في المطش لانك انت كنت انت المسيطر المجمل بتاع المباراة انت اللي مسيطر انت للأسف بس الفرص اللي جات لك ما قدرتش تستغلها ولكن التوفيق لو كان معنا كنا نقدر نوصل لأكتر من يعني نقدر نجيب أكتر من جون ولكن التوفيق ما كانش معنا والشناوي طبعا جون كبير ويعني من دمن الأسباب يعني بعد ربنا كان الشناوي في كاس العالم للأندية هو اللي خلنا ناخد المركز التالت خلنا ناخد البرونزية فعمرنا جمهور الأهل عمر اصلا ما بيبص للحاجات اللي هي عشان نوقع الشناوي لا الشناوي بيلعب في نادي كبير جدا فلازم اي حد لما يجي بيتكلم بإيمة النادي الأهلي لأن انت جون في النادي الأهلي وانت لو مش بالإمكانيات وبالشخصية اللي عندك ديها شناوي عمرك ما تبقى متواجد في النادي الأهلي فانت عندك شخصية أو عندك شخصية قوية وانت بتلعب في نادي كوي فكل الأمور دي احنا كجمهور الأهلي أصلا يعني احنا كل الدعم لك وكل التوفيق لك لأن انت عندك رصيد كبير أو مع الجماهير صحيح؟ عمرنا أصلا يعني هي يمكن غلطة عشان تكشف قد إيه وطبعا محمد شناوي يعني مش محتاج يعرف معزته وغلوته بالضبط جدا وحجم تقدير جمهور الأهلي دي لكن الحقيقة الغلطة دي كشفت وكانت يعني رسالة يمكن مهمة جدا أنها توصل أنه ولا يهمة كشناوي يمكن أغلب 99% من الكومنز الناس زعلت لمدة ثانية يعني لأنه كان فيه صدمة التعادل في اللحظة الأخيرة من المباراة في مباراة زي ما انت قلت تسايدها للأهلي من بدايتها لنهايتها لكن هي كانت الصدمة دي يمكن في التوقيت دا الحاجة الإجابية فيها حالة الدعم الكبيرة جدا من الأهلوية لمحمد شناوي طبعا طبعا الشناوي جون كبير يعني إحنا أصلا عمرنا ما فكرنا في يوم من الأيام اللي إحنا أصلا إحنا كل الدعم لأي لعب في النادي الأهلي إحنا الصبرتي بتاعه كجمهور وبندله الدفع وبندله الكوة داخل الملعب وخارج الملعب فإنت بتلعب في نادي كبير وإنت قدرك اللي إنت بتنافس على بطولات يعني إنت مش بتنافس على بطولة واحدة بس في السنة إنت ست بطولات بتشارك فيهم على مدار السنة فإنت مطالب اللي إنت تاخدهم فيعني الشناوي من الأسباب برضو اللي هي وصلنا لنهاية أفريكية طبعا طبعا أربعة كلين شيت في دور أبطال أفريكيا سندونز رايح جاي التراجي رايح جاي فمشاء الله يعني إحنا عمرنا ما بننسى أصلا الحاجات دي فكل الدعم لي يعني إحنا مش عايزين نكمل في الموضوع دو لا أنا عايز أعرف فقط لأنه إنت وقفت وقفت دوري أبطال أفريكيا مع التراجي رايح جاي بسكور محترم وأداء محترم أنا بس عايز يهمني الأداء مش بس النتيجة اللي وصلتك لكن قدمت فرادس وقدمت أنا في القاهرة مرضوط كويس طم من الجمهور على أداء الفرق اللي كان يمكن قبل ما نروح قبل نهاية إلى حد ما بسبب الإجهاد وكده ما كانش في أحسن مستوياته المطب ده إزاي نعديه يعني هي قصة في الآخر إنك خسرت نقطتين لكن إنت زي ما كنت تتكلم كابت المصطفى الأهلي لعب ما عطش حلو طبعا أنا ما شفتش في التسعين دي إنه الأهلي بيلعب كرة وحشة أو إنه الأهلي مش قادر يوصل لا 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 الأهلي لعب كرة حل وجهة يا أستاذ أحمد يعني حضرتك أنت أول دقيقة في المباراة كرة جات لطاهر واتلعت فوق جون يعني للأسف لو كانت دخلت كان الموضوع هيتغير 180 درجة وإنت على مدار التسعين دي أنت اللي بتوصل أنت اللي على طول أنت اللي فعل أنت ما كنتش في المباراة ردي فعل بالعكس أنت وصلت أكتر من مرة وسبحان الله يعني بص القدر بتاع ربنا الكرة بتاعت محمد شريف اللي هي جات في العرضة اتردت علينا بغلطة بدون قصد من الشناوي ورح اتدخل فينا يعني وبرضو عايزين نتكلم في حاجة حاجة مهمة جدا يعني بص يعني بص الكيمة بتاعت الجماهير اللي بتفهم الجماهير الوعية بتاعت النادي الأهلي بص قد إيه من نسبة لنا التعادل أكن خسارة فيه فرقة تانية للأسف التعادل من نسبة للمصاد الأهلي مكسب مكسب طبعا طبعا يعني دي مش كورة يعني الكورة أصلا المفروض يعني مكسب وخسارة يمكن اللي أنت تتعادل مع النادي الأهلي أنت عارف قد إيه اصلا النقطة دي من نسبالك هي مكسب. تلاتة بنت. طيب خليني اخد رأيك في القايمة. القايمة بتاع الاعلانة يا مستر موسماني. وخليني اتكلم معك بقى على ماتش اسموحة بكرة. بس قبل ما نفتح ماتش اسموحة وننتدي كلام فيه. خليني نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن مصطفى عفور. عشان انا في الجزء ده هابدأ كلام في اللي جاي. عايز حضراتكم برضو تبقوا بصين معان. انا عارف انه كل جماهي النادي اهلي بتستانى مباراة بمباراة. بس انا حابب برضو تبقوا في الصورة. تبقوا شايفين شهر سبعة بالنسبة لنادي الاهلي انه شهر صعب جدا. شهر عنيف جدا. كل الظروف فيها يعني للأسف ضد الفرق. اولا انت عندك تلات ماتشات فضلين قبل ماتش كايزة تشيفز. وتلات ماتشات يعتبروا ماتشات قوية. يعني سواء كنا منتكلم على طبعا لعبنا بيرامدس خلاص. عندنا سموحة. عندنا مقاولين وبعد كده المقصة وبعد كده رحلة للمغرب عشان تلعب اهم ماتش في السيزن ده مع كايزة تشيفز في نهائي دوري الابطال. ترجع من المغرب. هتريد تخش تاني في الدوري. وطبعا هيغيب عنك اه خمس ست لعيبة من المنتقى هيلعبه او هينضمه من متخب الاولمبي. وهيكون معاهم في احتمال يعني يعني عن غد اللحظة دي برضو شاكك في محمد الشدنيو. يعني اللي عارفه انه الستة او السوداسي بتاع منتخب الاولمبي اللي في الاهلي هيروح توكيو. لكن الموقف بالنسبة للشناوي لانه الشناوي او الاهلي من غير الشناوي في بطولة الدوري اربع خمس ماتشات كتير. يعني معادلة محتاجة تتحل. طبعا الاولوية المنتخب مصر ده شيء مفهوم وده مبدأ اساسي ما بيتنزلش عنه النادي الاهلي ابدا. لكن في الظروف دي وفي ظل المنافسة دي. الاهلي يلعب بعلي لطفي وشوبير بس لو واحد منهم اتصاب. يعني في حسابات كتيرة جدا معقدة. كابتن مصطفى عفرطو كنت بكلم على كابتن سوبير. كابتن مصطفى عفرطو مرة تانية اهلا بك. خلينا ابتدي معك بماتش سموح. قبل ما اروح للبعيد وقبل ما اتكلم على مشاركة المنتخب الاولمبي اخد رأيك. ماتش سموح هشايفه ازاي? وشايف الطريقة اللي ممكن يلعب بيها مستر موسيماني هي نفس الطريقة اللي لعب بيها الترجي ولعب بيها بيرميدز ولا نشوف شكل تاني طريق اداء مختلفة للنادي الاهلي. لا اه انا شايف اللي هو يلعب زي ما كنا بنلعب اول ما ابتدى مع مع النادي الاهلي يلعب باتنين دفندرات ويلعب قدامهم افشا ويلعب بحسين الشحات وطاهر ومحمد شريف. دي من يعني دي وجهة نظر انا. اه سموحه فرقة كويسة جدا انا متابعة فرقة بتلعب كرة كويسة بتلعب كرة هجومية. اه كابتن احمد سامي بيلعب اه جيم مفتوح. ما عندوش اللي هو با بيدافع والفرقة كلها بترجع واره لا الراجل بيلعب كرة هجومية. ايه. عند احمد عبدالقادر ابننا طبعا. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. اعملين. طبعا. اعملين سيزن مخترم جدا لاتنين السنة دي مع اسموح. فالماتش صعب طبعا. وفي زل الظروف اللي حضرتك بتقولها طبعا. اللي انت كل تلاتة بونت انت بتخش عليهم بتخش اكيني مبركس. اه. بتبقى الموضوع بيبقى صعب جدا. فان شاء الله يعني انا شايف اللي احنا نبتدي الكرة بتاعتنا الطبيعية خالص. اللي احنا نلعب باتنين ديفندرات وقدامهم قافشة. وان شاء الله يبقى المطش بتاعنا. عندي عندي اه طبعا زمائلة يبالاونا الدنمارك والتشيك اه اتنين واحد لصالح دنمارك. وبعد كده تشيك جاب جون رجع في المباراة في شوت التاني. طيب خليني اخد اخد رايقك في نقطة التدوير شوية. لناس كتير بتسأل طبعا انت عارف فيه ضغط مباراة مباراة في الفترة اللي جاية. طيب خلينا ان اقول لك القيمة. زمالة بعطلنا القيمة بتاعت النادي الاهلي. طيب لغاية لما اقول لك القيمة كنت بسألك على عملية التدوير دي. مصطفى شوبير. علي لطفي. اه محمد شناوي. مصطفى شوبير. علي لطفي. محمود وحيد. رمي ربيع. ياسر ابراهيم. كهربا. محمد فتحي. ومروان محسن. محمد شريف. وايمن اشرف. وحسن الشحات. اليو ديانج. عمر السلاية. صلاح محسن. اه افشة. وسعد سمير. معلول. اكرم توفيق. طار محمد طاهر. جونيور. اجي. دي خائمة النادي الاهلي. محمد شريف مش موجود. لا لا محمد شريف موجود. موجود اه اه. قلنا محمد شريف. اه. مش قلنا محمد شريف. لا. اه اه. اه. هو اللي مش موجود. اه. ناصر ماهر وبدر بنون. بدر طبعا تلات انزارات. اه. تلات انزارات. وناصر اه. يبدو انه ناصر بعيد. بمناسبة ناصر يعني. وكلام اه. على فكرة ضغط الماتشات. الفترة اللي جاية. عندك كمان استعادت لماتش كايزر تشيبس. ده ماتش مهم جدا. عندك بعد كده صفر منتخب اللعيبية مع المنتخب الأولمبي. منتخب الأولمبي. اه. في ناس كتير بعيدة. عندك رجع مثلا محمد محمود. رجع ندفد. رجع محمود متولي. ناصر ماهر نتمنى يرجع ان شاء الله قريب. هل في مساحة تدلهم. لانه الناس بتسأل اللعيبة دي هتظهر امتى. او هل ممكن تشترك لو انت مكان مستر مسلماني او بتفكر مع مستر مسلماني. تحط الاسماء دي في التوقيت الحالي. ولا الفترة دي صعبة. صعب طبعا. صعب. انت يعني حضرتك لسه يعني تأكيدا على كلام حضرتك يا استاذ احمد. اللي الموضوع منافسة بقى شارس جدا. فانت ما عندكش وقت اللي انا اتحمي اللاعب او الجمهور ممكن يتحمي اللاعب اللي هو مجرد اللي انا بجرب. لا مش وقته خلص. مش وقته. لاني اللعيبة كويسة. اكرم توفيق كابتن مست除. اكرم ما شاء الله عنده عنده ملكة دي. اكرم من النوع اللي هو ما شاء الله عنده روح. روح كتالية جامدة جدا. واكرم من اللاعب اللي هي ما شاء الله جوكر يعني باكرايت تلاقيه وتلاقيه. لو سيد باك احتاجته هاتلاقيه برضو. هو عنده الملكة دي ش causa موهبة من عند ربنا مدهال والميزة دي. فاكرم من اللاعب اللي هي لأ أنا لو اكرم انت غايب مسلا سنة ممكن تجيب اكرم parliament لعبة عادي. مفيش مشكلة. في لعبة انت بتستنا اللي انت لازم تستنى عليها مطش واثنين وثلاثة. ايه. ففي ظل الظروف اللي احنا فيها دي يا واستاذ احمد مش ها الملعب مش هيستحمل كمان. انا عارف بقولك ليه? لان انت محتاج تريح الناس اللي هل كان بقالها موسمين ورا بعد دي. بالزبط. وفي نفس الوقت محتاج تجهز اللي راجعين من من غياب طويل. لانك ممكن جدا تحتاجهم في الفترة اللي جاية. ما انت مضغوط. انت المشكلة بس اللي هي هتواجهنا اللي انا مضغوط بس مضغوط اللي انا كل اتنين وسبعين ساعة عالعب مباراة. اه. فانت مضغوط. فانت غصبا عنك كمدير فني وانا مطالب اللي انا اكسب. انت النادي الاهلي مطالب اللي انت داخل البطولة عشان تاخدها. مش مجرد اللي انت بتخش اللي انا يلا بنقد اداء وخلاص. لا انت مطالب اللي انت تخش تاخد البطولة. فلا لو الوقت يسمح لنا اللي احنا مثلا ما كناش مضغوطين في السيزون دوت. بالتحديد. فلا انت عندك المساحة اللي انت. انا مضغوطين على طولة كابتن عفروت. انا عارف. بس انت جاي في يعني انت جاي في وقت وقت رخم جدا. خارج من دورة ابتالة عفروتيا. حتى خليني اقولك بعد. داخل على الدوري. بعد كده هتخش على كاس مصر. بعد كده هتطلع من كاس مصر. يعني انت بعد دورة ابتالة. بعد النهاء ان شاء الله ويبقى بإذنك يا رب العشرة في الاهل بإذنك يا رب. ان شاء الله. انت دخل على موضوع تاني خالص. الدوري وعندك السوبر المصر وعندك كاس مصر. فعندك يعني ما عندكش كمان المساحة في الدوري دلوقت يا استاذ احمد. لان انت عندك مؤجلات كتير جدا. فانا ما عنديش المساحة او ما عنديش الصبورت اللي انا قدر ادي للعب اللي هو بقاله فترة بعيد. ده انا بكلمك عشان الفترة دي تحديد. يعني انت الفترة دي هيغيب عنك ستة لعيبة. منهم تلاتة اساسية معك الفترة الاخرانية. يعني ناصر كان بعيد. احمد رمضان بكهم كان بعيد. لكن طاهر اكرم الشناوي صلاح محسن دول كلهم في الصورة. اه طبعا. يعني. المطعم الاساسي طبعا. فلما يغيبوا عنك دول تلات مطشط على الاقل على الاقل. يعني ممكن يبقوا ست مطشط. لو المنتخب الاوليمبي كمل ممكن يغيبوا عنك ست مطشط. انت ساعتها هتبقى مطالب ان كنت اتوفر بديل. طبعا. وده اللي انا بقوله لك. طبعا. تجيبوا مرة واحدة تقول له خد مطشط اه يعني امتقيلة وارجع مرة. ولا ابتدي اجيبهم من دلوقتي والفرقة كاملة والفرقة محتاجة رايح عناصر بعض العناصر اللي ممكن تكون. انت كنت بتقول لي من شوية انه اللعيب لما بيشبع كورة. ما بيبقاش قادر يطلع كل اللي عنده. طبعا. وانا يعني متخيل انه تسعين في المية من العابة النادي الاهلي شبعانة لانها بتلعب بقالها مسلمين كل البطلات بتدخلها كل البطلات بتكسبها فتديهم دلوقتي يتجهز تتدخل ولا صعب ده من وجهة نظرة. صعب دلوقتي صعب. صعب لان انت يعني لو لو احنا كان عندنا المساحة اللي هي كافية في الدور اللي احنا نقدر اللي احنا نستغل اللعيبة دي. اكيد كان هو هيعمل كده. لان هو عنده اللعيبة اللي هي بقالها فترة اساسية هو نفسه يريحهم. بس مفيش فرصة خالص اللي هو يقدر يريح اه اه افشى حسين الشحاتة هو تيبتدى يريحه ويديله اه 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 انت برضوك من الناس اللي هي بتعمل مجهود اه 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 بدا نكاو جدا بصراحة داخل الملعب. ايه رأيك في طاهر فترة الاخرانية? لا اه اه احنا مستنيين من طاهر اكتر من كده. بس ما شاء الله عليه طاهر يعني حتى لو الكرة مش متوعاة. اه 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 في ماتش بيراميز مثلا من طاهر. كم في المية من اللي انت مستنين من طاهر محمد طاهر؟ لا طاهر يعني احنا نقدر نقول دلوقتي يعني انت طاهر باسم اللي ما شاء الله عمال يعلى. يعني انت سبعين في المية هو الطاهر. ولو التوفيق كمان مع طاهر اللي هو يحرز اهداف هتلاقي طاهر في حتة تانية. يعني فاضله تلاتين كمان. اه تلاتين لاني طاهر من الناس اللي هي عندها المواصفات والملكة يا استاذ احمد اللي هو ممكن يقدر ياخد الكرة تلاتين متر يقدر يجري بيها. يعمل دريبين يقدر يروح بيها. فهو عنده الملكة دي ما شاء الله. فاحنا مستنين من طاهر اكتر من كده. لان احنا جايبين طاهر وعارفين امته. وخلال اللي انت في نادي بيوفر لك كل شيء. باسم الله ما شاء الله يعني انت كل حاجة متوفرة لك. فاحنا مستنين منك الايه. التلاتين في المية اللي هو مطع طاهر. عفروت انت انت كنت من اللعيبة اللي عندها نقطتين نقطتين قوة يعني يتمناهم علي لعيب. فكرة السرعة وفكرة المهارة. ودي حاجة النهاردة يعني من اساسيات اي جناح في اي نادي مش بس في النادي الاهلي. من وجهة نظرك هل بتشوف فيه لعيبة في النادي الاهلي من الممكن توظيفها او اذا تم توظيفها في اماكن تانية غير اماكن اللي هتعودنا نشوفها. هناخد منها مرضود افضل؟ اه طبعا. زي مين؟ كهرباء طبعا. كهرباء. كهرباء رقم واحد يعني كهرباء من اللعيبة اللي هي. لو كهرباء الفترة الجاية مستر مسلماني اعتمد عليه وداله وخلى رجله في الملعب. لا كهرباء يبقى في حتة تانية. وانا اتمنى لكهرباء يلعب تحت الفيرود او يلعب فيرود حر. نفس كهرباء. كهرباء يعني نبعده عن الاطراف خالص. لان كهرباء هيدينا اكتر في الحتة اللي انا بقول لحضرتك عليها البليميكر ديت او الفيرود. فيرود حر كمان. مش فيرود اللي هو يبقى محطة. بوكسر. اه. لا يعني يقدر كهرباء عنده الملكة لان كهرباء من اللعيبة اللي هي جريئة بلغة الكرة. ويقدر يروح واحد ضد واحد. شادو سترايكر يبقى جاي من وراء يكمل من. بالضبط كده واستاذ احمد. فنفس اشوف كهرباء في الحتة دي. لان كهرباء هيفدنا كتير او في الحتة اللي انا بقول لحضرتك عليها دي. مين تاني. في حد تاني غير كهرباء. لا في حسين الشحات ما شاء الله. يعني انت حسين بس انا كنت مع حضرتك وقلت لحسين ما يركز مع الميديا ولا يركز مع الناس خالص. بس حسين ابتدى يعني انا حاسس انه الفترة الاخرانية. كمان انه حط سجل. انا بتهيالي اللعيب لما بيحط جول. ده شوية بيرجع له. يعني احساسه بامكانياته. احساسه بمكانته. فبتهيالي انه حسين الفترة الاخرانية. عايز يرجع. عايز يقول انا مركز. وعايز يرجع. عمل حقيقة. لا حسين يا استاذ احمد يعني مش انا اللي هقيم حسين. حسين لعب كبير جدا. وحسين يعني ما شاء الله عليه. كل مطش بيثبت اللي هو لأ لعب كبير. ولعب لما النادي الاهلي بيحتاجوا. او مستر مسلماني بيحتاجوا. لا بنلاقيه. وبنلاقيه في الاوقات الصعبة. يعني احنا مستنين من حسين اكتر من كده. انا عايز بس اقول لحسين الرسالة من خلال حضرتك. يا حسين انت تركز مع جماهيرك بس جماهير الاهلي. مليكش دعو بالحاجات السلبية التانية. لان جما النادي الوحيدة اللي هي بتحبك بجد. والله انت عارف يا كابتن عفرطتو في الظروف دي. انا اقول انه اللعيبة يعني احنا عندنا شهرين يمكن شهرين. شهرين سبعة وتمانية. ستين يوم. انا محتاج اللعيبة متركز مع اي جمهور. صح. ما تروحش لأي سوشيال ميديا. اقفل ودنك لمدة شهرين. حط تركيزك كله في تمرنتك. وفي مطشاتك. ومش مطلوب منك اي حاجة تانية. صح. صح. انت في شهرين بتعمل تاريخة واستاذ احمد. صحيح. ما شاء الله. يعني انت النادي الاهلي مش مجرد بلعب مطشات وخلاص. لا. انت كل سنة زي ما بقول لحضرتك بتشارك في ست بطولات متواصلة. يعني انت عندك الدوري. عندك كاس مصر. عندك السوبر المصر. عندك دورة ابطال افريقية. عندك السوبر الافريقية. عندك كاس العلم للاندية. فانت يعني انت مطالب اللي انت كل بطولة بتخشها بتنفس فيها بقوة. يعني انت بتبقى من الناس اللي هي مصنفة اللي انت بتاخد اي بطولة بتشارك فيها. فانت من العيبة يعني الواحد لو في النادي الاهلي ولابس التشيرتي بتاع النادي الاهلي لا اقدر اعمل تاريخ لولاد ولاد ولاد ولادي شايف المنافسة على نسخة الدوري دي صعبة؟ فورص الاهلي او حظوظه في التتويج ببطولة الدوري العين من وجهة نظرك؟ هو النادي الاهلي ما عودناش اللي في حاجة صعبة يعني خلينا اتكلم مع حضرتك بواقعية والله يعني النادي الاهلي ما فيش حاجة بتبقى صعبة عليه النادي الاهلي عودناللي هو بطل وبيبان في المواقف الصعبة بس الفترة اللي النادي الاهلي فيه هدية لا احنا مش عايزين نبقى احنا ناس طمعة كجمهور طمعة وافكر حضرتك الدورة هيبقى في الجزيرة مهما يحصل ومهما نروح ونيجي ان شاء الله الدورة في الجزيرة دي حاجة مفرغوا منها ولكن احنا مش عايزين نقصه على اللعيبة لان انت معلش انت في حتة ممكن نشرح الحتة دي شوي عزف انت برضو كنت لعيب ويمكن تحس او تقدر تنقل دي للجمهور اكتر فكرة انه المنافس ليك يبقى لعب مطشاط اكتر فيبقى عدد الفرق او فرق النقاط سيبك من حسابية حسابية انك لو فست كل المطشاط برضو مركز الاول محجوز ليه لكن ده بالنسبة لعبت الكورة ضغط انك انت مطالب بانه تعود مساحة التأخير اللي اتأخرتها المؤجلات اللي عندك دي ومطالب بتحقيق العلامة الكاملة عشان تحاول توازن الامور بشكل طبيعي ده نفسيا عصبيا اللعيبة مش باتكلم لابدانية ولا فنية انا حاسس انه بدانية وفنية نقدر لكن نفسان وعصبين ازاي تتعامل معا تنوع اللود او البرشور او الضغط اللي بيبقى على اللعيب اللي مطالب انه عشان يحصل المنافس بتاعه لازم يكسب كل مطشاطه عشان يعوض المؤجلات انت كده كده مضغوط يا استاذ احمد يعني انت مضغوط للأسف لان انت بتجري وراء المنافس يعني انت حتى عدد المباريات لو زي بعض هنقدر نقول اه كرة في الملعب يمكن انت مطالب اللي انت كل تلات ايام بتكسب المباراة اللي انت بتلعبها عشان خاطر حق المردود اللي هو الاجابي بتاعي اللي انا اوصل للعلامة الكاملة بتاعتي في الدوري فغزبا عنك انت بتبقى مضغوط كلاعب ومطالب اللي انت نازل انت مفيش عندك فصال خلاص انت مطالب اللي انت تكسب فانت دايما مضغوط انت دايما انت اللي بتجري وراء المنافس فانت عايز تحصل للمنافس فانت لقدر الله اي مطش انت بتتعدله او اي مطش لقدر الله خسرت فيه فانت بتبتدي لا انا عمال ارجع انا المفروض اوصل لهنا المفروض اوصل للعلامة الكاملة بتهيالي فكر ده كنت بتتعامل يعني بتتعامل كل لقاء بيعني لوحده او انك انت تقسم الدنيا مراحل انت عندك تلات مطشات قبل نهائي دوري الابطال بعد كده تروح دوري الابطال ترجع تلعب مطشات في الدوري تاني من غير الستة الاولمبيا اللي بيلعبها المتخب الاولمبيا كل مرحلة من دول يبقى ليها تحضيرات كل مرحلة من دول يبقى ليها تعامل من وجهة نظرة ها طبعا لان انت حضرتك زي ما قلنا يا استاذ احمد تأكيد على الكلام حضرتك الضغط بيجي من هنا بقى اللي انا راجل بخش المباراة اك انها مبركاس لازم نكسب فيها ماينفعش اللي انا تعادل لان انت كالنادي الاهل انت لما الفرقة بتتعادل معاك من نسبة لها مكسب احنا من نسبة لنا جمهور الاهل بيبقى اخصارة التعادل فانت في المرحلة دي ماينفعش اللي انت تتعادل اي مباراة ايه فان شاء الله يعني الفترة اللي جاية دي باذن الله اللعابة ان شاء الله تبقى على قدر المسئولية باذن الله اللقاطات دي اه ده اللي حضركم شافينه ده يمكن فرقة بعد التمرينة خلصت التمرينة وبتتحرك هتركب الباس توبيس النادي الاهلي عشان يروحوا اسكندران ان شاء الله المعسكر له ملاقات رائق في الملاقات سموحة بكرة ان شاء الله رائق في المستوى الفني والبدني اللي وصلت لي فرقة الاهلي في الفترة الاخيرة اه وخصوصا من اه لقاء اه ترجي فرادس بعد المرحلة الاجست ستية انفاكر اجست ستية من اللي اخدناه رائك في مستوى الفريق بدنيا وفنيا لا يعني احنا احنا اصلا كجمهور انا مش اتكلم بقى اللي انا واحد اه لعب كرة وكده لا احنا كجمهور اصلا احنا استغربنا بالفرق الفضيع اللي حصل يعني تغيير ايجابي بطريقة استاذ احمد رهيبة كرة جماعية يعني النادي الاهلي عمل كل حاجة في الكرة م شاء الله فالفترة دي لو اي حد لعب النادي الاهلي النادي الاهلي هيكسبه لان انت بتلعب كرة جماعية وما شاء الله يعني محمد شريف كان مفاجأة بالنسبة لك المسلم ده يعني احنا لو هنقول محمد شريف ما شاء الله يعني نمسك الخشب يعني احنا نشكر مسلمان يعني اللي قدر يوظفه بصراحة بطريقة وقدر اللي هو يخليه راس حربة متحرك يعني الفروض اللي هو المتحرك يعني مش مديله اللي هو فروض صندوق لا مخليه حتى انت بتلاحظ محمد شريف يا أستاذ أحمد بينزل دايما على الأطراف بيستلم بينزل نص الملعب بياخد الكرة ويروح على المنافس فلا يعني محمد شريف ما شاء الله عليه يعني مجد أفشة بيحتاج حد جنبه في حد دي أفشة كالترخيره أستاذ أحمد أفشة برضك يعني انت لعبته متشاك كتير جدا مريحش خالص ما خدش فترة راحة فأفشة يعني احنا مش عايزين نقص على أفشة أنا مش بقص على إيه أنه بقول مثلا لا أنا بكلم عن الناس الناس مش بتقص على أفشة الناس يعني رد بشكل كبير على المردود اللي بيقدمه هو بيقدم مردود كله السكني الناس دي أقول دايما مش بس عشان تريحه يعني مش بس عشان تريحه لكن كمان عشان يبقى فيه منافسة تعرف أنك أنت لما بتحس أنك أنت متطمن لما كانك في الملعب إلى حد ما ده ممكن ما يخلكش تطلع مية في المية من اللي عندك لما بيكون حد يعني بتهالي إنه هاني إن شاء الله ما يرجع ونطمن عليه من الإصابة بعد تقلق أكرم في الحتة دي هيلازم هيشد لازم عندك صح هيغير على حتته أكيد يعني أنت عندك نصر مهر من اللعبة ما شاء الله يعني من اللعبة اللي هي لو خدت الفرصة ورجله في الملعب لا هيفرق مع النادي الأهلي بشكل كبير جدا يرجع إزاي لعيب زي نصر مهر نصر بداية طبعا يعني لما طلع بره الأهلي الإعارة مع سموحة قدم موسي محترم جدا زي ما أكرم تقلق مع الجونة زي ما محمد شريف تقلق مع أمبي لما شفته أنا تفرجت عليه تابعة البطولة كلها تابعة البطولتين البطولة اللي هي بتاعة أفريقيا مع المنتخب أوليمبي والبطولة الثانية المجمعة للعبنها فاكر اللي عبنا فيها حتى مع البرازيل شفت نصر فيها في أعلى مستوى يعني قلت الولد ده خلاص استوى بمعنى لكن جي طبعا إصابة محدش طبعا يقدر يعترض يعني نصيبه وقدره عطلته شوية شايف لعيب زي نصر مهر بالإمكانات دي يقدر يرجع إزاي وإيه الدور اللي على الجهاز الفني عشان يستفيد من إمكانيات نصر مهر لاعب زي نصر مهر يا أستاذ أحمد بالإمكانيات اللي عنده والموهبة اللي ربنا مدهاله ديت هيرجع بسرعة جدا مفيش خوف عليه هيرجع بسرعة جدا والجهاز الفني ما شاء الله الجهاز الفني بتاع النادي الأهل بكيادة ميستر ميسوماني يقدر واحد زي نصر مهر أعده بدنيا كويس جدا ووديله في أي وقت نصر مهر مفيش خوف عليه في الحتة بتاعت الكورة والحاجات الفنية ولا تستنى في الأولمبياد ويرجع جاهز من الأولمبياد يعني انت خد بالك برضو وانت ما عندكش انت احنا تكلمنا دلوقتي قلنا على نصر مهر مفيش خوف من الكورة بس انت تخاف اللي انت بقالك فترة بعيد مش هقدر أديك بالكورة اللي هيقة اللي هيقدر أديك بها اللي هو يعني التسعين أو المية في المية مش هقدر أديك أنا ممكن أديك اللي هو خمسين في المية لأن أنا عند الكورة وعند الفنيات فأقدر اللي أنا أحل لك حاجات كتير جدا بس الخمسين في المية التانية البدنية انت بعد كده مش هتلاقيني فأنا لأ أحضرك بدنيا كويس والحتة بتاعت الكورة دي مفيش مشكلة هتديك بقى في أي وقت أنت تنزل تلعب تخلص لأي مباراة يعني كرة مسيماني يعني مستوى المستوى النتائج مقدم طبعا إنجازات ولا أروع يعني بتغالي أنه الجمهور نادي الأهلي ما كانش يحلم بأكتر من كده لأنه ببساطة شديدة ما فيش أكتر من كده يعني أكتر من كده اللي كان نعصك أنك أنت تأخذ فضية أو دهبية في كاس عالم الأندية دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقول عليها أنه أخفق في تحقيقها وماعتقدش عشان نبقى منطقيين أنه يعني لو ما حققتش بطولة العامل لأن دي محدش هيقدر يلومك فاهم قصدي فبتاع مستوى الأداء أو على مستوى النتائج ما فيش حد يقدر يتكلم في مسئلة مسيماني مع النادي الأهلي على مستوى الكورة على مستوى الأداء شايف إيه ممكن يضيفه مستر مسيماني أو يقدمه مستر مسيماني في الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي وهل من الممكن أنه تقول أنه دي يبتدي بان السيزن اللي إحنا فيه ده يعني نحاسب على الأداء والكورة في السيزن اللي فاضل فيه مطش نهائي دوري الأبطال وبقيت مسابقة الدوري والكاس وسوبر مصري ولا نبتدي نحاسب على الأداء مع بداية سيزن جديد يبتدي مسير مسيماني ياخد فترة إعداد يبتدي مسير مسيماني يقيم اللعيب اللي معاه يبتدي يشوفه هو محتاج إيه دعم للفريق وبعد كده نتكلم في الكورة بتاعت مسير مسيماني لا يعني أكيد من المسلم اللي جاي إن شاء الله لأن انت ما تقدرش يعني لو هنتكلم ونتكلم بمصدقية ما تقدرش اللي انت تتكلم على مسير مسيماني في الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقت لا الراجل وصل معلش واخد دورة أبطال أفريقيا والسنة اللي بعدها وصل نهائي لا مش بكلمك أنا ما قلتلك إحنا متفقين على النتائج لا أنا مش بكلمك شايف إنه الكورة بتاعت الأهلي مع مسير مسيماني انتك كمهور حاسس إنها يعني ممكن إحنا اتطورنا كتير جدا نتفقنا في آخر تلات مطشات حتى مطش بيرامززي هتعدلنا فيه قدمنا فيه كورة حالوة جدا أنت مفتقد حاجة في كورة الأهلي؟ أو نفسك تشوف حاجة في كورة الأهلي؟ يعني بشكل كبير لا بشكل كبير لا عشان أبقى راجل منطقي يعني أبقى راجل منطقي وجمهور النادي الأهلي يعني أنت عارف لو لقدر الله في أي حاجة ولا بتاع الناس مش بتخش على الصفحة الرسمية بتاعت النادي الأهلي وكل واحد بيكتب التعليقات بتاعته يمكن إحنا 80% أو 85% لا راضيين على الطريقة يعني أنت ما شاء الله النادي الأهلي بيلعب كورة جامعية محدش بيقدر دلوقتي في الوقت اللي إحنا فيه يقدر يستحوز على الكورة زي النادي الأهلي خلينا نتكلم منطقيين النادي الأهلي لا أو بيحقق انتصارات إيجابية كمان فيه لعيبة طيب خلينا نسألك سؤال فيه لعيبة أنت شفتها مثلا خلينا نقول في الدوري المصري بسببك من دوري أبطال أفريق أو دوري أبطال أفريق قد أوسع لك القماشة شوي شايف أنها تستحق أنها تلبس الفن الله الحمرة؟ بصراحة يتعدى على الصوابع يعني خلينا نوبا منطقيين بدون ذكر أسماء فيه لعيبة تتعدى على الصوابع يعني مش أي حد يلبس تشيرت النادي الأهلي لأن انت لما بتيجي تلبس تشيرت النادي الأهلي أنا 50% أوتوماتيك أصلا خلاص عند البطولات وعند الانتصارات وعند كل شيء الخمسين في المية التانين بيبقوا بتوعك انت انت بقى انت قادر مجهز للتشيرت سيبك من الدوري المصري في أفريقيا مين لعيبة شفتهم عجبوك في نسخ الدوري الأبطال تحديدا يعني وحاسيت ان لعيبة دي ممكن تبقى ضافة للنادي الأهلي بالرمضان بتاع الترجي بالرمضان آه ده يعني من الناس اللي هي بصراحة ما شاء الله علي تغشش الإجابة دي من أبو علي أسوها لا أبو علي مقتنع جدا لا 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 السوها حقيقي حقيقي واحد من أفضل اللعبين ده إن يستكرة الأفريقية يعني نحلينا نبقى متفق يعني الواحد متفق يستمر واحد لأفراته لا 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 لعيب ما شاء الله أستاذ أحمد مهاري وبدنيا كويس جدا وصغير واحد وعشرين سنة ما شاء الله يعني مش بالرمضان لعب الترجي آه آه لعب الترجي آه آه ده من وجهة نظر أنا تمام في حد تاني غير بالرمضان في لعيبة كتير بس انت عندك أفضل منهم يعني في لعيبة كتير كويسة آه لعيبة كويسة بس أنا عندي أفضل منهم في الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي فما أقدرش اللي أنا أجيب أي لاعب آه لاعب محترف ولو واللي عندي زيه أو اللي عندي كمان أحسن منه طيب سؤالي الأخير أروح ويكبأ اليوم بسبعتاشر المباراة المنتظر أهم مباراة لأهلي للسيزن ده الأهلي وكايزر تشيفز شايف إيه هي فرص النادي الأهلي مش عارف تفراجت على كايزر تشيفز تفراجتك في المطولة رأيك في الفرقة إيه وشايف إيه هي النقط اللي ممكن الأهلي من خلالها يحسم المواجهة ويتوج باللقاء أنا تفراجت عليهم طبعا اللي هم كانوا بيلعبوا في المغرب صاد الوداد شفت المطشر قبل النهاية يعني آه شفتوا فرقة يعني هي فرقة متوضعة وبيلعبوا على قد إمكانياتهم هم بس الحتة الهجومية عندهم في الفرود بتاعهم دوت سريع جدا ساميب نوركوفيتش آه سريع جدا سريع جدا ده فرود ده فرود زيما الكتاب آه سريع جدا يعني هم بيلعبوا على كونتر أتاك وبيلعبوا عليه هو أستاذ أحمد ما بيعملوش حاجة غير كده هم بيدفعوا كويس وبيلعبوا على الرجل ده غير كده ما بيعملوش أي حاجة تانية بس الأهلي بالكورة بتاعته والطريقة اللي هو لعب بها قصد الترجي لا نكسب تلاتة إن شاء الله تلاتة إن شاء الله احنا قابلناهم قبل كده لو تفتكر وكسبناهم كان في سوبر أفريقيا في بداية الألفية مش فاكر إيه ألفين وأربعة كسبناهم تلاتة واحد تقريبا كسبناهم أربعة واحد أربعة واحد أربعة واحد دي كان سوبر أفريقيا كسبناهم هنا في القاهرة كان كابتن خليد بيبو أحرز خالد بيبو وحسام غالي وسيد عبدالحفيز وعصام الحضري الجون الشهير طبعا نورت وشرفت ونتمنى إن شاء الله نكسب بواحد بس إن شاء الله بإذن الله أنا متفق معك تماما إن شاء الله اللي أهلي كفيته أرجح من ناحية الموازين لكن التسعين دي بيقولوا كلام تاني خالص التسعين دي هم كل في الكل وهم الحاجة الوحيدة اللي تحسم لنا إن شاء الله بإذن الله التتويق ببطولة دولي الأبطال بشكرك كابتن عفروته شرفته ونورت وطبعا أهلا وسهلا بيك في بيتك في أي وقت أنا كنت متشرف لنا متواجد في كناتي النادي الأهلي وبيتي ومتشرف لنا كنت مع حضرتك أستاذ بشكر حضرتك وبشكر كل جماهية النادي الأهلي وخصوصا الجماهية الحريصة إنها تتبع السادسة وتعلق على السادسة وأنا طبعا بحترم كل تعليقاتكم السلبية قبل الإيجابية ونخد حضرتكم لينا بيخلينا دايما نبص نصحح أخطاءنا إزاي بس أنا لقي عتاب صغير على الناس اللي تكلمت على مضوعات شلسي في دقيقة قبل ما أختم الحلقة الناس اللي تكلمت على إن أنا قلت هنا إنه الأهلي هيروح كاس العالم والأهلي هيلعب شلسي والكلام ده ما حصلش على الإطلاق أو إنه أنتوا سمعتوا من حد إن أنا قلت كده لا أنا كنت بتكلم إن أنا بقول كواحد من الجمهور بحلم تاني إن أنا روح كاس العالم الأندية وإنه اللعيبة الشباب اللي ما خدش قبل كده تجربة إنه يلعب في كاس العالم خاض التجربة السنة اللي فاتت وخد ثقة في نفسه وحقق فيها إنجاز بالميداليا البرونزية فطبيعي جدا طبيعي أنا لو كنت بلعب وحققات برونزية وشاركت في كاس العالم هيكون عندي دوافع إن أنا شارك في نسخة كاس العالم تاني وليه لأ وتكون قدام تشلسي وأنا من حقي كجمهور من نادي الأهلي إن أنا أحلم بإن أنا ألعب في كاس العالم وأواجه تشلسي في البطولة ده لأنا قلته لكن فكرة إن أنا رحت لكاس العالم وقلت الأهلي يوصل كاس العالم وهنلعب في كاس العالم مع تشلسي ده ما حصلش وأنا ما نطقتش به أو ما اتكلمتش به وما أصدتش على إطلاق المعنى ده ومع ذلك أهلا وسهلا بكل آآ 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 رأكم وانتقاداتكم في أي وقت يسعدنا دايما يكون السادسة مساحة يعبر فيها جمهور النادي الأهلي عن رأيه واشكر حضراتكم باشكر كابت مصطفى عفروضته برة تانية شرفتنا ونورتنا وان شاء الله بازن الله نعابل حضراتكم بكرة حلقة هتكون خاصة جدا طبعا بمناسبة مطش الاهلي وسموح